في مقال نشره مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية حمل عنوان الكاظمي اخر بارقة امل لعراق مشرق صلت خلاله الضو على واقع العراق المأساوي منذ العام 2003 وعجز الحكومات المتعاقبة عن تجنيب العراق بان يصبح ضحية للفشل العسكري والسياسي الاميركي من جهة والتدخلات الايرانية في شؤونه من جهة ثانية وكذلك النأي به من ان يتحول لساحة حرب بالوكالة فضلا على عجزها اي الحكومات المتعاقبة في اتخاذ موقف يضع الامور في نصابها الصحيح بشأن علاقة العراق بايران والولايات المتحدة وعجزها في السيطرة على الفلتان الامني وعدم الاستقرار الناتجين عن تعدد مراكز القوى الا ان الكاظمية وفقا لمقال الروابط استطاع وفي خمسة اشهر فقط ان يتجاوز كل اساليب الضغط والابتزاز والشروط والاملاءات التي قوبل بها منذ اللحظة الاولى لتكليفه برئاسة الوزراء واضع النصب عينيه انشاء نموذج مختلف للعراق يؤكد السيادة ومكافحة الفساد ويتقرب من المحتجين الذين تظاهروا في الشوارع والساحات ويسعى لتعاون عسكري مستدام مع واشنطن وحصر السلاح بيد الدولة في مواجهة الفصائل المسلحة الموالية لايران المقال اشار ايضا الى ان الكاظمية نجح بالامساك بالعصى من المنتصف محاولا اعادة التوازن الى علاقات العراق بالخارج كما حاول ان يوفق بين متناقضات التقارب مع الولايات المتحدة من دون ان ينفجر في وجهه سخط المعارضين لها والحد من تنام النفوذ الايراني من دون ان يمس مصالحها الحساسة والغاية الاسمال الكاظمي من كل هذا تكمن في تحقيق التوازن لتأمين الاستقرار في الداخل العراقي ويرى المتابعون للشأن العراقي بحسب مقال الروابط ان الحوار الوطني صار ضرورة ملحة لانه من دون هذا الحوار فان عمليات الاستهداف للمنطقة الخضراء ستستمر واوضحوا ان الحوار الاستراتيجي الذي يقوم به الكاظمي منذ شهور مع واشنطن هو الذي يحدد طبيعة الوجود الاميركي الذي لن يتعدى في كل الاحوال الوجود الاستشاري مشيرين الى ان جهود الكاظمي في مجال اصلاح النظام السياسي وانتزاع السيادة من الجهات الفاعلة غير الحكومية هي مهمة وطنية شاقة نظرا الى التدفق المستمر للاموال الفاسدة في السياسة والمقاومة الشرسة من قبل الميليشيات التي تتصرف دون عقاب مستفيدة جزئيا من داعميها الايرانيين ونقاط الضعف الهيكلية المتأصلة في الحوكمة والاقتصاد في فترة ما بعد الصراع لكن وعلى الرغم من هذه التحديات الا ان الرؤية الاميركية للعراق تتماشى مع رؤية الشعب العراقي وقيادته الجديدة في توجه سياسي جديد يعطي الاولوية لاحترام الدولة كمظلة للهويات العرقية وجعل العراق شريكا استراتيجيا اكثر قيمة للولايات المتحدة فالكاظمي منذ مجيئه الى حكم العراق يسعى لان يجعل من حلمه الوطني واقعا معاشا وهو اعادة بناء الدولة العراقية او ترميمها على الاقل خاصة وانه اي الكاظمي لا ينتمي الى فئة المغامرين ويعرف قسوة الماضي ويدرك وطأة الحاضر ويخاف على مستقبل العراق لذلك يكاد يكون اخر فرصة لبارقة امل لعراق مشرق ترجمة نانسي قنقر